النهاردة هعمل فطاير بحشوة الجبنة بعجينة خفيفة جدا واقتصادية تعملوها للفطار او للعشاء وصفة سهلة وسريعة وطعمها حلو يالي تلاقاكم وصفة النهاردة اغطوا لايك ولو لسه مش مشتركين في قناتي نزولوا اشتركوا وفعلوا جرس تنبيه عشان وصلوك اشعار بكل وصفة جديدة ويلا نبدأ هحتاج كوباية مية دافية هضيفها عليها كوباية حليب دافي معلقة خميرة معلقتين كوبار سكر نص كوباية زيت واخر حاجة هضيفها تلات كوباية دقيقة هقلب كل المنكونات مع بعض الاول وبعدين ابدأ عجن بايدي لحد ما تتكون معي عجينة مش بتلزق خالص وصطحها نعم هغطيها واسبها تختمر ساعة او لحد محجمها الضعف عندي هنا سمسمة وحمص وحبة البركة هاخلطهم مع بعض ودلوقتي هعمل الحشوة استخدموا اي نوع جبنة متاحة عندكم انا استخدمت جبنة شدر وجبنة كريمي هقلبهم مع بعض العجينة اختمرت هقسمها الاجزاء المتساوية وقسمها واعملها كوار هسيبها ترتاح عشر دقيقة وبعدين افرد العجينة بايدي كده وبعدين احط فيها جزء من الحشوة واقفل عليها كويس واعملها كورة عملت كل الكمية بنفس الطريقة عندي هنا طبق في حليب والسمسم المحمص هاخد كل واحدة واغطيها في الحليب الاول وبعدين في السمسم ورسوم في الصينية هسيبهم يختمر نص ساعة تاني لحد ما حجمهم يضعف وبعدين اغبسهم في فرن ساخن مسبقا على حرارة 180 درجة لمدة ربع ساعة او على حسب الفرن بتاعكم وبعدين هفتح الشواية ياخدوا لون دهب من فوق واول ما بيخرجوا من الفرن بيكونوا حلوين او زي ما انتوا شايفين كده لحياتهم وطعمهم رهيب لازم تجربوهم بجد العجينة خفيفة جدا وهشة وطعمها لازيز جدا اتمنى تجربوها وتقولي رأيكم وشوفكم تاني على خير وراي في فيديو جديد وباي باي اشتركوا في القناة